موسيقى يبتدى المسلسل ببنت بتلبس فستان فراحة وتروحها اندخط بها الاوضة بتلاقي بيخونها مع اختها في القانون تتصدموا اول ما يشوفها يتصدموا هما كمان وتقول لها اختها زي ما شوفتي انا ولين بنحب بعض يقول لها خطبها يو احلى منك واصغر منك انا كنت مكبر من جد ان انا تجوزك قولي لا هو مكناش تجوزنا فتدي الاختها طرحة الزفاف وتمشي وبتضحك ابتسامة خبيثة وتروح لابوها ويقول لها انت عايزة ايه عايزة تلغي الزفاف الزفاف ده مهم جدا للشركة تقول لها اختي ولين بيحبوا بعض ليه عايزنا نخليهم مش مبسوطين يقول لها انت جدك اللي اختارك للين تقول له هو مش ممكن يحمي الشركة للابد وفجأة بيجي تشين ويستغرب الاب ان هو جه او بتقف قدامه وتقول انا سمعت انك انت مش بتجوز ممكن تعمل لي معروف وتتجوزني وتشين بيقول ابوها انا هقدم لك مهر وهتجوز بنتك دلوقتي وهقدم لك مهرها بعدين طبعا ابوها بيتصدم وقبل ثلاثة ايام في شركة تشين بتكون روح اثنيان لتشين الشركة بتدخل على انها عملت نظافة وتغير هدومها وتحط تليفونها علشان تسجل فيديو واول ما يدخل بتخليه يحضنها وتحاول تبوسه بالعافية ويدخل السكرتير فجأة ويتصدم وبتاخد تليفونها بعد ما سجلت كل حاجة حصلت وبتهدده بالفيديو وانها تبعته لكل صحابه يقول لها عايزة ايه تقول له عايزك تشتري شركة ابويا انا ليا فيها 15% من الاسهم لان والدي مغرور واناني وعايزة ان تقم لامي لدمرها بايده يسألها انت عارفة نمين تقول له ايوه انت رئيس شركة شين يقول في نفسه انا كنت بدور عليك من 3 سنين انت نسيتيني فيوافق وبعد ما يخرجه من الزفايا فيمسكها ويقرب منها تسألوا انت بتعمل ايه يقول لها بيرقبونا فيقرب ويقول لها قبل ما اشتري اسهمك من الشركة لازم تعيش معايا في البيت لحد ما اشتري الاسهم هو بيروحوا البيت سوا ويوريها قضتها ويدوس على فستان وهو مش قاصد وبتيجي تمشي فستانها يطقطع من الظهر يقول لها وريني الفستان تحاول تخبي ظهرها يقول لها وريني الفستان تقول له انت قليل لأدب اخرج برا يقول له انت مكسوفة ده انت اول لما شفتيني حضنتيني وكمان حاولت تبوسيني ما كنتش تعرفي يعني ايه خجل تقول له في الوقت ده كانت مجرد حدثة ويسيبها تغير هدومها ويجهز لها الاكل وتتصل بيها صاحبتها وتقول لها انت نقلت كل الاسهم لموشين من 3 سنين تدم وبينادي عليها هو علشان تاكل يقول له انت فعلا مش فاكراني تقول له قبل 3 سنين عملت حدثة عربية وفقدت الزاكرة وكل فترة بفتكر حاجة بسيطة ويفتكر هو قبل 3 سنين لما كانت عايزة تسيبه وقالت له انا مش عايزة شوفك تاني وتبعد عنه يعني هو كان حبيبها القديم وهي مش فاكراه ويتصل بالسكرتير علشان يعرف سبب الحدثة اللي حصلت لنيان ونيان بتتقيق كتير لان الاكل اللي اكلته منطهي الصلاحية يجي ويتصدم ان هي مريضة يشيلها علشان ياخدها المستشفى وابد انت قابل صديقتها وتقول لها انت نقلت كل الاسهم لموشين من 3 سنين تقول لها نيان انا عايزة قابله تقول لها انا حتى عمري ما شفته قبل كده كل اللي عرفه اسمه بس تقول لها سعديني لقيه واول ما يلاحظت شين تمشي صاحبتها بسرعة وتقول لها انا كنت هنا علشان اشوف محامي ينقل الاسهم بتاعتي مش اكتر يطمن عليها لانها كانت مريضة وياخدها ويمشي ويسجلوا جوازهم ويتصوروا وتقول لها انت ضحك كتير يقول لها انا عملت كده علشان الاسهم وبيجي خطيبها واختها وتقول لها رغم انك تسجلت جوازك لكن مش معاك يختم جواز تقول لها نيان انت كنت مع خطيبي وانا معاه اكيد مبسوط منك اكتر مني تقول لها يو سامحيني احنا اعتذرنا وتمشي نيان لكن بيقع منها تليفونها وتشوف الفيديو اللي هي مسجله وتنقله على تليفونها وبتروح لابوها وتقول له ان هي شافت نيان وليا بتسجل جوازها مع تشين طبعا ابوها بيتصدم وصاحبتها بتتصل بيها وتقول لها انا عرفت مكان مشين تعالي نروحنا قابله وتروحها لشان تقابله واول ما يشوفها يحضنها يكون السكرتير بتاع الشين هناك ويصورها تبعده وتقول له انا فقط الزاكرة من 3 سنين في حدثة يا ترى ايه دليلك ان انت مشين يوريها صورهم سوا ويوريها اسمه بالانجليز يوشي لكن بالصيني مشين يكون السكرتير كل ده سمعهم انا مش هسيبك تاني ابدا وبتصل بيها جوزها ويقابلها يقول لها انت النهاردة جميلة جدا وبيديها ختم الجواز ويكون الختم غالي جدا تقول له احنا كل اللي بينا عقد جواز مزيف ليجي بتلي ختم غالي احنا هنتطلق اول ما ننقل الاسهم يقول لها من بكرة تكوني المساعدة بتاعتي تتصدم يقول لها علشان نكمل عملية نقل الاسهم واختاب تنشر الفيديو في كل الاخبار تتصل بيها فاحبتها وتقول لها ويمسح تشين كل الاخبار وتجري تروح له وتقع ويشوفها ويطمن عليها ويقابلها السكرتير ويقول لها انت ما تستحقش الرئيس انت خلتي يتحمل مسؤوليتك بالعافية هو شخص بسيط لو مش بتحبيه ايه واي تأذيه وتليفونك اللغتك خدته هي ودته للأحوال المدنية بس الرئيس ما قال ليكيش وبعدين بيقول له السكرتير انت ليه هتاخد شركة سو دي عليها ديون كتير ده مشروع مش كويس تقول له نيان انا هتدي له الأسهم بتاعتي هقدر عاو الجزء من التكلفة يوعد ان هو عيس عادها يقول له عزميني على العشا ترفض تقول له انا عندي معاد تاني ويكون مستنيها على الكنبة لحد ما ترجع من معادها لانه كان قلقان عليها لكن مش بيشوف الخاتم في اديها وتقول له انا خفت يديع فشلته في السلسلة لانه غالي جدا ومقدرش اتحمل تمنه ويقلعها السلسلة ويلبسها الخاتم يقول لها بكرة اجازة انت مدينة ليه بعشا وبيخرجوا سوا ويكلوا ويقول لها ان هو لما كان مسافر قابل اكتر شخص مهم في حياته وبيكون قصده عليها ان هو قابلها من اربع سنين في مطعم لكن بعد كده اختفت وان لما يرجعوا البيت بيديها فستان هدية ويكون السحاب مش بيقفل فبيساعدها ويشوف ندوب على ظهرها تقول له وحشا يحضنها ويقول لها لأ ويروح عند ابوها ويشكره ابوها على المهر اللي هو بعته ليها وكان اسهم في شركة وبتيجي اختها وتدلوا عليها الشاي ويمشوا وتقوله انت ليس عيدت ابويا ده واحد جاشع يقول لها لولا ان هو جاشع ما كانش قابل اسهم الشراء ده فخي ليه ولما تروح البيت تحاول تغير هدوه اللي ويع عليها الشاي ويده تكون تحرقت تقوله انا هجيب السكرتير يساعدك يمسكها ويقول لها هو المساعد بتاعي في الشركة بس لكن مش في حيات الخاصة ويرفض يسيبها وتغير على الجرح وتساعد ان هو يتحمم وتفتكر انه كان فيه شخص كان بيغسل ليها شعرها يقول لها في تكرتي تقوله لأ ويقول لها النهاردة هنغير قواعد العقد وبعدين بتصل بالسكرتير علشان يجيب له ورد لكن بيجي ليه تصال من السكرتير ويقوله انا هقولك على حاجة عن مراتك تيجي نيانا تكلمه ميردش عليها تحاول تكلمه وتسأله ليه غطبان يقول لها انا بس مش مبسوط ويمشي يجيب السكرتير الورد وياخده من غير ما يدهولها يقول لها السكرتير انت وعدتي انك مش هتقذيه ويمشي وبعدين يقول لها تشين ان ابوها كانت سبب في الحادثة طول انا عارفة يحضنها ويعتذر ليها ان هو ملقاش طول الوقت ده تبعدوا وتقوله شكرا انت بتحاول تساعدني يقربوا يقول لها تشكريني بس تمشي بسرعة ويديها السكرتير هدية وهو كاس نفس اللي معتشين بالزبط وبيبعت ليها مرسالة وانه عايز يقابلها تلبس وتحاول تمشي من غير ما تشينجي يشوفها لكن بتلاقيه فجأة قدامها تقوله ان هي تقابل زميلها في العمل ويخليها تغير الفستان وتلبس لبس عادي لانه هو غيران عليها وبتروح تلاقيه في نفس المطعم ويقعد معاهم وتعرفوا على مو انه هو رئيسها في العمل مش دوجها يمسك ايديه ويقوله انه هو جوزها وتقوله انه مو زميلها في العمل لانه ما كانت بتدرس برا مش اللي كان حبيبها يقوله مو انه هيكون في البلد وبعد ما يمشوا يقولها تشين انت قابلتي لي دلوقتي انت مراطي مش ممكن تقابلي واحد تاني تقوله احنا مجرد صحاب يتعصب يقولها صحاب ازاي ده انت كنت بتحضنين تقوله انت كنت بترقبني وتمشي مع مو يتحك مو ويروح تشين يشرب كتير من عصبيته وغيرته ويقول انا خسرتها مرة مش عايز اخسرها تاني انا بخاف عليها جدا هي مش بتحبني وبتروح مع مو فندق ويديها عصير تشربه او يتصل مو من تليفونها على تشين ويقوله انا اتصلت بيك من تليفونها علشان اقولك ان هي تعبانة ونايمة ويقفل التليفون ويمسح ان هو اتصل بي ويقولها انت جميلة اول نهاردة ممكن المسك تفوق وتعتذر لي وتفتكر ان هي كانت سكرانة علشان كده نامت وتقوله انت فاكر انا كتبت ليك اثهم وقع هنا عشان يرجعوا لي فيوقع وتمشي يمسك ويقول لها ممكن نبدأ من جديد تعتذر وتمشي وترجع البيت وتلاقيه في المكتب مع السكرتير وتقوله ممكن تسدد المبلغ اللي مو دفعه يقولها اخرجي برا تقوله اللي حصل ده كان غلطتك يقولها السكرتير هو فعلا دفع المبلغ وتجيب له القهوة يقولها اخرجي ما تزعجنيش تعايت وتمشي يروح وراها ويعتذر ليها تقوله انت قتلتني بافعالك دي يقولها مشين اتنصل بي وقالي انك تعبانة ونايمة حاسيت ان انا تجننت تقوله هو فعلا اعترف لي لكن انا كنت بفكر فيك انت وبس انا فعلا بحبك ويقرب منها والتاني يوم تلمس وشه يفوق وتسأله عن عدد اصدقائه البنات ويشوفهم السكرتير خارجين من الغرفة يتصدم وبعدين تسأله كنت بتعمل ايه مبارح يقولها المصورين صوروكي لما كنت رايح الفندق عند مو كان بيحاول يبتزني تتصدم يقولها ما تقلقيش كل حاجة تحلت وتم الأبضع المصورين دول ويقوم علشان يروح الاجتماع وبتسأل السكرتير هو كان عنده حبيبات قبل كده يقولها ايه كان عنده حبيبة واحدة بس وهو برا تحاول تعرف هي مين يسيبها ويمشي لانها هي لكن هي مش فاكرة وكل ده بسبب الحادثة وبعدين تقابل العامة وانجة علشان تسألها عن نقل الاسهم ندت لحبيبك مو ساعة هدية الرقم بتاعها هو رقم الاسهم تتصل بيه علشان تعرف الرقم يقول لا هي مش معايا ويروح مول ابوها ويقوله انا مش هادر استمر في اللي بعمله يسأله عن رقم الساعة يقول له ابوها انت مش عايز تستمر انت حبيب بنتي استمر في لعبة دور مو انا هتصرف وبتصل تشين بيه ويقولها ان هو عيسافر وفجأة تحس بصوت وتشوف ناس بيسرق والخزنة بتحاول تتصل بجزهة لكن بيسمعها اللص ويخليها تفقد الوعي ويسرق تليفونها والخاتم وبعد ثلاث ايام بترجع البيت مع تشين وتصل بيها مو يعتذر ان هو مش لاقي الساعة وبتقابل عمتها وتقول لها نيان ان هي خايفة لان مو مش لاقي الساعة مش هينفع تنقل لقاسهم وطبعا هي بتحاول تحمي بنته اختها بكل الطرق مهما كانت تمن وبعدين تحاول تغريج جزها يسيب الاجتماع علشانها ويحاول يخليها مبسوطة وبعدين يهددها ابوها لو ما سمعتش كلامه هيدخل عمتها السجن تقوله انت وحش يضربها وتقول اختها انا اقناها وتكون معمو ييجي تشين ياخدها بالعافية وينشر عنهم انهم اتجوزوا زواج مزيف قلني الافضل ليهم انهم يتطلقوا يسألها انت ليه كنت معمو تقوله اهتم بشركتك مو بيهتم بيا وفاهمني كويس يتعصب جزها ويقوم وبعدين ييجي السكرتين ويسألها انت ليه تخنيته سوا تقوله انا مش بحبه وعايز اتطلق منه ويقول تشين انا مش هطلقها قل لها ان هي اخترت ان انا كون جزها هتكون زوجتي بالعافية لبقية حياتها تتصل بيها اختها وتقول لها جزك مش عايز يطلقك ويرجع تشين البيت ويلاقيها معمو تقوله فكرت في الطلق يقول لها انت حقيرة مش عايز اشوفك تاني وتمشي معمو وبيعمل الاب باجتماع ويقول ان يانت برعت بكل اسهمها لي وفجأة بيجي تشينه معا جيانج ويقول تشين انه هو اشتعل الاسهم ودلوقتي هو اكبر مساهمين في الشركة وبتعرف الاخت اني نيان كانت بتجذب عليها نعت طلقت من تشين وبعدين ابوها بيقول ان مو هيديني الاسهم لكن بيقوم تشينه ويقول انا موضتش اي حاجة انا مو تشين نفسه وبعدين بتسجن ابوها هو وبنته يو بسبب اللي هم عملوه وتكون نيان هي الرئيسة وبيجي تشينه وياخدها البيت بالعافية لانها كانت بتشتغل لفترة كبيرة وتسأله ليه خلتنا دور عليك 3 سنين ليه ما قلتليش ان انت مو يقول لها لانك قلتلي مش عايزة تشوفيني تاني ولما فقدت الزاكرة نسيتيني وتكون غضبنة منه لانها كانت فاكرة زمان ان هو فقير وكانت بتحاول تجيب لي كل حاجة يقول لها ان انت حبيبتي دلوقتي وزمان عمري محبيت حد غيرك او كان عندي حبيبة غيرك تفتكر اول مرة شفيته فيها لما كانت فاكرة واحد فقير وخليته يعيش معاها ولما واعد في حبه وبكي تنتهي الدراما اشتركوا في القناة